السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحذير من شركة المياه بانقطاع المياه عن خمس مناطق في القاهرة هنعرف تفاصيل الخبر بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوكم لفيديوهاتنا الجديدة انقطاع المياه عن خمس مناطق تشهد خمس مناطق في القاهرة انقطاعا للمياه من مساء يوم الجمعة النهاردة انقطاع مياه الشرب لمدة تسع ساعات لغاية من الساعة 10 مساء الجمعة لستة صباحا السبت المناطق هي حدايا القبة ويحمامات القبة وشارع مصر والسودان ومنشية الصدر بالكامل وقيادة حرص الحدود واعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ان سبب انقطاع المياه نظرا للقيام باعمال تغيير محبس كتر 400 ملي متر بشارع عبد المدية سليم في كبر القبة المجاول لسور المترو واوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة ان انقطاع المياه هيبدأ من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة حتى الساعة السادسة صباح غد السبت عن المناطق زي ما قلناها تاني حدائق القبة وحمامات القبة وشارع مصر والسودان ومنشية الصدر بالكامل وقيادة حرص الحدود واهبت الشركة باصحاب المخابز والمستشفيات بالاماكن المشار اليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع واعلنت الشركة انها يتم الدفع بسيارات مياه صلحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأسرة ولو فيه اي مشكلة او ما فيهش اي تواجد للسيارات بتتسطب الخط الساخن 125 ده كانت احدث الاخبار الخاصة بمياه الشرب وانقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق في القاهرة لو فيه اي جديد هتعرفوه في قناتنا فما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوكم للفيديوهات الجديدة بشكل حصري شوفكم في فيديو جديد ومع السلامة